السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحاجات الجميلة اوي ذكر المناسبات ما بين الصور وبعضها يعني ليه الصورة دي جات بعد الصورة دي وإيه علاقة الصورة دي بالصورة دي فهنجد في صورة المطففين ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر كتاب الفجار ومكان كتاب الفجار ده في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب وبعد كده بيقول ان كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب لكن ما قالش في الصورة دي الكتب دي هيحصل فيها ايه او ايه نتجتها على العبد جات في الصورة اللي بعدها على طول المصير بقى بتاع الكتب دي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ربنا اجعلنا منهم واما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيا نعوذ بالله من هذا قبل ما نخلص بس الجزء ده بسرعة كده في كلمة احنا يعني بنفهمها غلط او كتير من انا بنفهمها غلط انه ظن انه كان في اهله مسرورة فرحان واخد والدنيا واخده معاه يعني ومش مهتم بقى بالاخرة والكلام ده انه ظن ان لن يحور ناس كتيرة بتظن ان يحور يعني يحتار لا يحور هنا معناها يرجع الحور هو الايه الرجوع انه لظن ان لن يحور ظن انه لن يرجع الى الله سبحانه وتعالى والظن بتاعه ده هو اللي وداه في ده بس كده جزاكم الله خيرا